نهار ده هبدأ كلامي معاكو برضو عن أبطالنا الذهب اللي مفرحاننا وعملين إنجاز أنا شايفه إنجاز يحترم جدا جدا مجهوب محترم جدا من ألعابنا أو من أبطالنا اللي قدروا يعملوا ميداليات إن شاء الله نتعدى الخمسين احنا حتى الآن تسعة واربعين ميدالية نقدر نعدي حاجز الخمسين ميدالية في دورة ألعاب البحر متوسط كنا نأمل نأمل ونطمح أن يكون أكتر من كده بكتير ولكن بعد حوالي عام من دورة ألعاب الأولمبية في توكيو استعدت الاتحادات الرياضية المصرية في صمت علشان يكونوا موجودين في بطولة البحر متوسط أو مش كل الألعاب على فكرة كانت موجودة في ألعاب مشاركتش احنا شاركنا تقريبا بتسعتاشر لعبة فقط عدد الأبطال اللي كانوا موجودين السنة دي أقل من الدورة اللي فاتت بتاعة البحر متوسط ولكن الروح العالية اللي كانت موجودة داخل البعثة المصرية في تسعتاشر لعبة اللي شاركنا في منافساتهم قدرنا نحقق مداليات لا بأس بها قدرنا نعمل إنجاز وإن شاء الله يقدروا النهاردة يتخطوا حاجز الخمسين مداليا وليه بقول هنتخط حاجز علشان فيه أسماء وفيه لعبين خلاص وصلوا للفاينل وسيمي فاينل عندنا إن شاء الله أبطال اليد ضمن ومداليا هناخد ذهب إن شاء الله أو فضة بس إن شاء الله تبقى مداليا ذهبية فهنتعدى حاجز الخمسين مداليا إن شاء الله نأمل الفترة اللي جاية نشتغل بقى على الأولمبياد نشتغل على عشرين اربعة عشرين نشوف محتاجين إيه إيه اللي نقص إيه المشكلة مين اللعبة اللي كنا حطين عليهم أمل ويعني ما حلفهمش التوفيق ما ظهروش بالشكل المناسب وإيه السبب أصلا ما فيش لاعب عايز يخسر ما فيش لاعب عايز يطلع شكل وحش بس أكيد بيكون في بعض المشاكل في بعض الفرقات في إيه اللي التركيز في لحظة في ثانية في جزء من الثانية فلازم نعالج كل المشاكل دي ولكن المستوى اللي ظهرنا بيه واللي عبتنا قدموه على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي حاجة تشرف شيء حلو جدا شيء ملفت جدا 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 لأن فيه كمان النجوم من أبطالنا أخذوا ميداليات في أولمبياد توكيو وكمان أخذوا ميداليات في دورة العباح المتوسط زي في ريال أشرف دي حاجة ملفتة وحاجة مهمة جدا ولازم نركز ده وننمي معها ده ونشتغل على ده نجح في إضافة ميدالية دهبية في وهران كمان كمان بطل تايكوندو سيف عيسى وصاحب برونزاية توكيو للنبيا فاز بالميدالية الدهب على حساب بطل أسبانيا المصنف تصنيف عالي جدا كمان في البطولة ولكن لازم نشتغل على ده ولازم نتكلم كمان على التحديات الكتير اللي قدامنا عندنا في رفع الأسقال أبطال كتير قدروا يوصلوا السنادي ويوظهروا بشكل كبير جدا نعمة اللي أخدت اتنين دهب أبرز الإنجازات اللي موجودة في رفع الأسقال حاجة تشرف جدا جدا آه إحنا متقلقين دايما في رفع الأسقال آه دايما عندنا أبطال ولكن دايما عم نعش نحن نشيط بيها البنت عملت إنجاز مش معنى لأنا متعود إن إحنا نجيب مديليات في رفع الأسقال فنقول لأ ما مش إنجاز لأ إنجاز إنجاز ليها إنها تجيب مديليتين وهي لسه سنها صغير ولسه عندها أمل كبير جدا بسانت حميدة والجمال والأناقة والرشاقة والمديليتين الدهب لأول مرة في تاريخنا وحاجة في منتهى العظمة كسر الرقم جديد في 200 متر قدرت تقسر رقم لبتورة البحر المتوسط الرقم متسجل من 97 قدرت بسانت إن هي تعمل رقم جديد ليها والبلدها حاجة مشرفة جدا حاجة تفرح كل الناس وهنا أنا بعتذر البطلاتنا وأبطالنا للناس اللي بتطلع تنتقدهم للناس كارهين كارهين النجاح للناس اللي النقمين على الناس اللي بتنجح في ناس موجودة عشان تنتقد وموجودة علشان تقول وجهة نظر إيه حق دي لابسة إيه إيه حق دي لابسة إيه يا عم بصت اللي بيحضنوا بعض إزاي بعد ما أخدوا المدالية يا عم بصت أصلاقي أسجدت وإيه لابسة إيه يا عم انت مالك على الكنبة مسك موبايلك وبتكتب أي كلام احترم الناس احترم المجهود اللي كل حد قدمه لتأخل خيرا أو لتصمت يا تقول كلام كويس يا تسكت بنحاول نجيب أي مشكلة بنحاول نتكلم في أي حاجة مش بس على فكرة على بطلاتنا وأبطالنا في البطولة دي في أي بطولة محمد صلاح مستلمش منهم محمد صلاح بيمدي عقد جديد ومبسوط سابه كل حاجة وقال لك بص صلاح بيمدي وهو مش لابس شبشب يا عم انت مالك انت مالك ما يمدي بلوه عايزه مش ليفر بول مهتمة ومبسوطة مع الراجل الأهم لعب في العالم الناس جيالوا لحد عنده عشان يجدد وقال لك بص صلوه بقى متعالي وما قصرش أجاسته انت مالك هل حد اشتكال هل ليفر بول كلموك قال لك الحق صلاح مدقيقنا جدا وقال لنا مش هاجة جدد أكيد ده بل اتفاق أكيد هم عارفين ده وناس يقول لك هل صلاح لابس شورته من غير شبشب وحطة تشيرت جنبه على البحر ايه تعالي ده هو صلاح يعني لبسه الرسمي في شغله بدلة يا محمد صلاح شغال في السفارة بينزل لابس بدلة هو الراجل أصلا لبسه الرسمي في شغله شورته وتشيرت أصلا هو ما بيجيب هدف بيقلع تشيرت هو ده شغله هو ده اللبس بتاعه فهريب ما نسيبش الحاجات المهمة ونسيب الإنجاز الكبير ونسيب النجاحات ونمسك أنا آسف في الكلمة في تفهات نركز في النجاحات إن الناس بتشوف ده والأسف البطلة الحاجات دي بتوصل لها والأبطال الكلام دي بيوصل لها فتحية لكل أبطالنا اللي كانوا موجودين السنة دي تحية لكل الأبطال اللي رفعوا على مصر وقدروا يحصلوا على المداليات الدهبية كل الأبطال اللي كانوا موجودين في البطولة في الدورة اللي موجودين فيها بتاعة البحر المتوسط شكرا ليكو المجهود اللي قدر يفوز بمدالية واللي مقدرش يفوز بمدالية شكرا لأسرهم اللي تعابلين معاهم جدا ودايما في ظهرهم ودايما بيحاولوا يدعموهم ويشتغلوا معاهم شكرا لأزواجهم كمان يعني بسانت متزوجة وشكرا لزوجها اللي دايما معاها هو ده المثال هو ده المثال اللي نتكلم عليه نطلع نول بص يا جماعة الأسرة الجميلة زوج وزوجة الراجل واقف في ظهر مراته هو ده اللي احنا عايزين نوريه للعالم هو ده اللي احنا عايزين الناس تشوفه قد إيه الجمال قد إيه الرقي قد إيه الثقافة حلوة جدا وقد إيه بيساعدها ومع بعض وبيتدرب معاها وبيشتغل معاها هو ده هو ده اللي لازم نصدره للناس هو ده اللي نوريه لولادنا هو ده اللي نوريه لأهلنا بص يا جماعة الجمال هو ده اللي احنا لازم نتكلم عنه بس ما ننسبش الحاجات المهمة ونتكلم في حاجات عيب عيب نتكلم فيها فدي كانت حاجة لازم أقولها لكل الناس مبروك مبروك لكل أبطالنا واللي جاي أفضل إن شاء الله ولسه عندنا مداليات ونقدر نعدي حاجز الخمسين